السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما اتكلم عنها احب وضع اللي احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاو على كل شيء. منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع هو السفر الى الخارج. وكننا عرضنا بعض المواقع اللي بنخليها تقدر تلاقي فرصة اتعامل بكل سهولة. واعرضنا كمان فرصة ممتازة جدا وكانت فرصة تطوع فيه في اتنام شاملة معظم التكاليف. وكانت عملية التقديم ولبول فيها حسرين عن طريق قناتنا. وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم ولبول فيها حسرين عن طريق قناتنا. اه بالاضافة كمان اعلننا عن خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم عادي بنفسك بالتبقى على الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك هاحة جديدة من القناة بتاعتنا يا راية تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. احب ان اول كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على فيسبوك ورابط التقديم الخاصة دي المنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقي موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل في تركيا. تمام? يبقى الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي تركيا. الجهة المنحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة تمام? دي طبعا من افضل الجامعات الموجودة في تركيا وافضل الجامعات على مستوى العالم وترتيبها ممتاز جدا على مستوى العالم يعني من الجامعات القيمة طيب الدول المتاحة في المنحة دي جميع الدول المتاحة تقدر تقدم في الفرصة دي سوى من دولة عربية اسياوية افريقية عادي جدا تقدر تقدم. المرحلة الدراسية اللي موجهة لها المنحة دي هي الماجستير والدكتوراة. اه يعني لو عايز تقدم درجة الماجستير والدكتوراة تقدر عادي. لكن درجة البكادريوس او غير متاح لهم اتا دي. فقط الماجستير والدكتوراة. بالنسبة بقى للتمويل في المنحة دي صراحة تمويل ممتاز جدا. اه بالنسبة للتمويل اول حاجة رسوم الدراسة كاملة بالمجان. تمام? كل رسوم الدراسية على حساب المنحة. هتاخد كمان رئيسة بشهري ما بين الفين حتى اربع تلاف ليرة تركية. بما يعادل حوالي يعني اربع تلاف ليرة بما يعادل خمسمية آآ وتلاتين دولار. تمام? فدي هتكون مرتب شهري ليه? ولكن عايز انوه على حاجة. ان الراتب ده هو لدراكة الدكتوراة. اما الراتب لدراكة المصدر المنحة محددتهش بالزبط. وقالت ان الراتب هيعتمد على حسب التخصص اللي انت هتقدم عليه. تمام? يعني لو هتقدم على هندسة آآ على كلية الهندسة هتقدم على كلية آآ آآ البزنس هتقدم على كليات آآ تانية مختلفة. كل كلية ومحددين لها راتب. تمام? ولكن المميزات بتتفق هنا ان هي رسوم الدراسية وجود راتب شهري. سكن جامعي هيكون مجانا بالاضافة كمان للراتب الشهري. تأمين طبي مجانا في حالة لقدر الله حدوث مرض او حادث هيبقى العلاج على حسابه مع مصرف العلاج على حساب الجامعة. كمان هيتوفر لك زي لابتوب كده كمبيوتر محمول مجانا عشان تقدر تستخدمه طبعا في الابحاس وما الى ذلك. كمان تأمين على الصفر. تمام? آآ زي كده الصفر الرحلة اللي هتكون من بلدك الى آآ تركيا. وكمان هيكون فيه صفر لمؤتمرات تحضرها برا خارج تركيا ودخل تركيا. كل الاشياء دي هتكون على حساب الجامعة. بالاضافة كمان بقى اللي انت هتدرس في افضل جامعة من جامعات العالم زي ما كنا وضحوا. دي كلها مميزات عديدة للتقديم في المنحة دي. طيب بالنسبة ليه التخصصات في المنحة دي. طبعا عندنا التخصصات منقسمة ليه عندنا اربع كليات. اول حاجة كلية وهنا هتلاقي التخصصات الفرعية. يبقى دي كلية مندرجة تحتها تخصصات فرعية زي آآ 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 هتلاقي بقى تخصصات كتيرة جدا ولكن بتندرج كلها تحت كلية عندنا كمان كلية زي آآ آآ طب موجود تمام آآ آآ كمان كلية آآ هتلاقي موجود فيها التخصصات دي كلها برضو. وخلي بالك ان دي معناها درجة المصدر والب اتش دي معناها درجة الدكتوراه. فلما تلاقي يعني مكتوب وم اي او ام اس سي معناها آآ ماجستير ودكتوراه مع بعض متاحين فيه التخصص دا للتقليم فيه تمام كده? وعندك كمان بقى كلية البزنس تمام آآ هتلاقي طبعا تخصصات كتيرة جدا تقدر تشوف بقى الكلية اللي انت عايزها وتشوف التخصص اللي انت عايز تقدم ليه. ففيه حاجات كتيرة جدا في المنحة دي وتخصصات عديدة. تمام? آآ عندنا هنا ملاحظة ان المنحة دي ليس بها حد اقصى للعمر ولا تحتاج شارة لغة انجليزية بشكل الزامي عند التقديم ومتاحة لمعظم المراحل الدراسية. تمام? عايز انوث بس على حاجة ان بالنسبة ليه اشارة اللغة الانجليزية هي الجامعة بتطلبها. ولكن الجامعة آآ لو انت مش معاك شارة اللغة ممكن تقدم ولكن الفرصة في القبول بتكون يعني مش كبيرة قبل. عشان بس يكون الموضوع واضح. تمام? آآ طيب بالنسبة بقى الاوراق المطلوبة في المنحة دي. آآ مطلوب من حضرتك اول حاجة كشفة درجات لاخر مؤهل الدراسي. آآ درجة البكالريوس مسلا او درجة المستر انو انت هتقدم للدكتورات يجيب كشف الدرجات بكل المواد اللي انت درستها. السيرة الزاتية او يكون معاك. خطاب انية اللي هو آآ ليه عايز تقدم من المنحة دي. كمان توفر آآ هيكون مطلوب منك زي توفير خطاب توصية اونلاين وكنا شرحنا يعني ايه خطاب توصية اونلاين سابقا. آآ بالاضافة كمان شارة اللغة الانجليزية الطيفل او غيره. وزي ما كنا قلنا ان ملاحظة ان آآ شارة اللغة مطلوبة ولكن مش بشكل الزامي. ولو معاك يكون افضل لانها بتزود من فرصة الاجول. طيب اخر موعد ليه التقديم في الفرصة دي بيعتمد على حسب كل كلية. يعني كل كلية الانجليزية مسلا غير كل كلية وليها على سبيل المسال انا هتطلق هنا آآ اللينك بتاع كل كلية وتقدر تعرف اخر لها امسا. فلو ضغطنا مسلا على كلية الانجليزية هزهر لي هنا. تمام? هزهر لي الان بداية من عشرة ابريل يعني فيه اللي هو الارلي. عشرة ابريل تلاتين مايو. تمام? يبقى اخر عندنا هو تلاتين مايو للتقديم في كلية الانجليزية. فتقدر بقى حضرتك تشوف كل كلية انت عايز تقدم ليها وتشوف بتاعمدة. في مسلا ممكن بعد شهرين بعد ثلاثة في بعد شهر. فكل كلية بتختلف بتاعم. وهنا في ملاحظة ان احنا كقناة منح بين كل الالوان. طبعا من تحيح عملية التقديم لاي فرصة منحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. ورابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا هتلاقي موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب هنلاقي هنا انا هتطلقكم لينكين. اه اول حاجة ده الاعلان الرسمي المنحة اللي تم ذكر فيه كل التفاصيل ان انا قلتها. هتلاقي طبعا التفاصيل كلها مكتوبة باللغة الانجلزية زي ما انا كنت وضحتها هنا. اه هنا بقى بيتكلمك عن دي. اه هتلاقي كل التفاصيل بالنسبة للمستر بيقولك ان المستر هتكلف برسوم الدراسة راتب شهري. ولكن الراتب الشهري يختلف على حسب الكلية. تمام? اه هنا بالنسبة للدكتورات الحاجات انا كنت قلتها هتوفر لك كمان راتب من الفين حتى ربع تلاف ليرة. كل الاشيال انا ذكرتها هتلاوها في الموقع الرسمي ده. طيب. دلوقتي بقى خلينا نروح ونتعرف على كيفية التقديم في المنحة دي. رابط التقديم انا هتطول لك هنا هتيجي تضغط على كلمة قدم الان هيفتح معاك رابط التقديم. اه عملية التقديم يعني اه مش صعبة ولكن محتاجة انك تمشي الخطوات اه بالترتيب يعني. طيب. انا هيزهر لي الصفحة بالشكل ده كمستخدم لأول مرة. اه طبعا انا ما عنديش اه زي وي باسورد على الموقع فاروح هنا عند كلمة واضغط عليها عشان اسجل كمستخدم جديد او الاكاونت على موقع المنحة. اول حاجة عشان التسجيل هيزهر لك هنا تكتب رقم تليفونك تكتب الايميل بتاعك وتعمل من عندك. بعد كده بتضغط على كلمة وصبميت من هنا عشان تسجل على موقع المنحة. اه لما بتسجل بيوصلك اه زي كده رسالة على الايميل بتاعك. تمام? وبتاخد الايميل والباسورد اللي انت كتبتهم هنا. وبتروح تعمل اه هنا. يعني تحط في اليوزر اللي بتحط الايميل بتاعك وتحط الباسورد هنا بعدين تعمل تمام? عشان تدخل ليه المنحة. لما تعمل هيزهر لك بالشكل ده. تروح حضرتك ضغط على كلمة قبلية من هنا. عشان تقدم ليه المنحة. طيب لما تضغط على كلمة قبلية بيقول لك انا اختار الكلية اللي انت عايز تقدم ليها. انا دلوقتي عايز اقدم مسلا في البيزنس مسلا. فهروح اضغط هنا. على كلية البيزنس. تمام? لما اضغط على الكلية هيزهر لكزا تخصص. طبعا معايا درجة المستر او الدكتورات. هتلاقي حضرتك هنا كتب لك مسلا مستر اني انترناشنال مانيجمنت. تمام? وقيس بقى عليه هتلاقي تخصصات كتير هنا مسلا دكتورات ماركتنج. فانا مسلا هختار اه مستر ان انترناشنال مانيجمنت. واضغط على كلمة قبلية دي عشان اخش واكمله. تمام? اه طبعا هنا مطلوب منك اه انك تختار السمسر اللي انت عايز تبدأ فيه مسلا انا عايز ابدأ في الفين وعشرين. وبعد كده تقوم تقوم ضغط على تمام? عشان يبدأ معاك في الخطوة اللي بعد كده. هزهر لك هنا مجموعة خانات. هنا مجموعة لازم تكمل كل منهم وتملأ دي. وبعد كده بتضغط على كلمة فاول عندنا هو اللي هي معلوماتك الشخصية. زي بقى اسمك عنوانك. بتاعك تاريخ ميلادك. اه الايميل. اه الدولة اللي انت مقيم فيها حاليا. كل الاشياء دي بتكتبها في اول خانة اللي هي. بعد كده في خانة التانية. بيطلب منك معلومات عن المرحلة الدراسية الاخيرة بتاعتك. انت خلصت ايه اخر حاجة. فهنا هتلاقي حضرتك اه اه في هنا تختار اخر حاجة انتخلصتها. انا مسلا مخلص هتروح تمام? وتضغط عليها. وهنا بيقول لك اختار اسم المدرسة او الكلية اللي انت خلصتها. بيقول لك لو هناك كدبن لك هنا. لو الاسم الكلية او المدرسة بتاعتك ما بتظهرش من ضمن القائمة يعني هنا هم محطين مجموعة كليات ومدرس في كل الدول. فلو كليتك ما بتظهرش بيقول لك تضغط على كلمة اسمها ازر. تمام? ولما تضغط عليها بيفتح لك زي خانة كده بتحط فيها اسم تمام? ده لو اسم المدرسة بتاعتك مش موجودة واسم الكلية. وبتكتب بقى هنا بتاعك التخصص بتاعك ايه? بتاعتك يا باشولر. اه بتكتب بتاعك اه من كام اللي هي الدرجة بتاعتك? بدأت امتى? وتتخرج امتى? ولو امتى لسه حاليا بتدرس? بيقول لك اه ممكن تكتب التاريخ التخرج حتى لو تاريخ التخرج ده لسه مسلا بسنة اه مسلا قصدي في الفين وعشرين مسلا في شهر تمانية او شهر تسعة. اه ممكن تقدر تكتبه عادي برضو. يعني لو ما تخرجتش لسه ولسه بتدرس في السنة الاخيرة. طبعا بعد لما بتملق الجزء ده بتخش على الجزء اللي بعده اللي هو آآ بالنسبة ليه في الشهاد بتاعتك بيقول لك كنا لو انت معاك مسلا طبعا آآ بالنسبة ليه دي شهادات بتطلب في البيزنس وما الى زي في التخصصات المرتبطة بالبيزنس والمانيجمنت فبيقول لك لو معاك الشهادات دي ممكن يعني توضح لنا آآ انت خدتها امتى او بتاعتك ايه بالزبط لو مش معاك خلاص بتسيب ده فاضي عادي بعد كده بتخش اللي هي مهاراتك اللغوية في اللغة الانجليزية او اللغة التركية وهنا بيقول لك اختار بالنسبة اللغة الانجليزية انا مسلا معايا التويفل تمام فاكتب بياناتي في التويفل لو واحنا قلنا لو مش معاك آآ اي مهارات في اللغة الانجليزية بتسيب الجزء دي فاضي بعد كده بتخش على الشهادات بقى مطلوبة منك تمام اللي هي آآ زي ما كنا وضحنا مطلوب بقى مجموعة شهادات زي وهنا المقال مطلوب منك كتابة زي مقاكرة والساي المقال ده تتكلم بقى فيه ليه انت عايز تقدم ليه تخصص البزنس وتكوصف كل حاجة زي كده تمام آآ وهنا بقى بتحط مسلا لو معاك اي شهادات اضافية كتبال لك عليه يعني لو في اي شهادات اضافية آآ مسلا شهادات كورسات آآ شهادات تكريم بتحط المعلومات بتاعتها هنا وهنا بيقول لك لو انت اخدت منحة قبل كده بتختار اسم المنحة اللي انت خدتها سابقا لو انت خدت منحة قبل كده ما ما اخدتش منحة سابقا خلاص بتسيب الجزية دي فاضية وهنا طبعا دي برضو زي آآ معلومات اضافية يعني عنك آآ ايه الهوايات اللي انت مسلا بتمارسها ايه الحاجات مسلا اللي انت بتحبها مائلة هزلك فبتختار الحاجات دي تمام وهنا عندنا ده ما كنا وضحنا ان مطلوب منك هتكون في شكل ومعناها انك بتحط بيانات شخص مسؤول عن آآ او شخص مسلا تعامل معاك سابقا سواء تعامل آآ في دراسة ده رسلك قبل كده او شخص صاحب عامل مسلا آآ اتعملت معاه فبتحط بيانات الشخص ده وبتضغط على كلمة وبتعمل فبيوصلوا على طول للشخص ده رسالة على الايميل بتاعه الرسالة دي بتحتوي على بعض الاسئلة زي هو يعرفك منين آآ يعني بيوصف مهارتك ازاي وما الى ازالي بعد لما حضرتك بتخلص الخطوات دي بتلاقي ان كلمة بقت واضحة عندك برزة كده لان طبعا هي مش ظهر لي لان انا مخلصتش كل اللي هنا فلما تخلصهم بتلاقي كلمة دي ظهرت عندك تمام وبتضغط عليها ويبقى انت كده قدمت المنحة بناجح تمام يبقى ان ارجع نقول تاني منحة مميزة جدا بتكلف لك بكل شيء فيها تخاصصات كتير جدا راتب شاري ما بين الفين حتى اربعة تلاف ليرة ساكن جامعي تأمين طب مجانة رسوم الدراسة تأمين على الصفر طبعا الدراسة في افضل جامعة من جامعات العالم يعني حاجة ممتاز جدا فلو حابين تقدموا لها طبعا تشوفوا اهم شيء لكل كلية انتم عايزنا وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق وليقول لكم في المنحة دي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته